تنتزع الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني وتحالف دعم الشرعية في اليمن يوميا مئات الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوث الإنقلابية برا وبحرا في الساحل الغربية في محاولة يائسة لعرقلة تقدم القوات ورغم عدم وجود أحصائيات دقيقة لعدد الألغام التي تم انتزاعها وضحاياها حتى الآن غير أن الصور التي تنشرها القوات اليمنية تظهر كميات مهولة من الألغام والعبوات الناسفة بأشكال وأحكام مختلفة فضلا عن مخازن ألغام بينها إيرانية الصنع تم ضبطها عقب دحر الميليشيات من مناطق في الساحل الغربية الألغام كثيرة ونحن حريصون على حياة الناس على مستوى المدارس على مستوى العبارات على مستوى المناطق التي حتى يفخخون الظل أينما وجد الظل يفخخوا هذه الجرائم بالتأكيد العالم يدركها وسنكشفها لهم لدينا كثير من الفرق الهندسية هذه الألغام التي رأيتمها هي إلا جهود فريق واحد من فرق الهندسة يقول أحد العاملين في الفرق الهندسية لنزع الألغام إن الميليشيات لم تترك منطقة دون توزيع أدوات الموت فيها موضحا أن فرق الجيش وبمشاركة من التحالف تبذل جهودا كبيرة لنزع مئات الألاف من الألغام المزروعة في الساحل الغربية حيث غطت ميليشيات الحوث ممرات الطرق والمزارع والمسارات الترابية بحقول الألغام طبعا هناك الغام فردية وهناك زد إلى رؤو الصواريخ كما رأيتموه هذا يعني كفيل بأن أفقر يعني 500 متر مربع ينسي في نصفك تمام طبعا هناك نحن قمنا بإخراج هذا الألغام من محيطة الميناء وكذلك من مناطق الأهل بالسكان وطبعا ما زال البعض قريحة تطهير هذه الماكن الساحل الغربي أكثر المناطق التي زرعتها الميليشيات بالألغام والعبوات الناسفة ذات الأشكال المموهة بعضها محلية وأخرى إيرانية الصنعة حيث تتنوع بين فردية ومضادة للدبابات وبحرية وتم نشرها بشكل عشوائي بما فيها المنازل والمرافق العامة دون مراعاة لكل القوانين الدولية والأعراف التي تحرم زراعة الألغام في المدن هذه محافظة الحديدة وهذه الألغام آلاف الألغام تمت زراعتها في هذه المحافظة لتحصد الآلاف من أرواح البشر المدنيين مروى النبيل لقناة الإخبارية الحديدة